لكن في الموضوع ده حصل ليه؟ ليه؟ مش محتاجة أسباب أقول لك أنا ليه؟ يعني إذا الخطيب يتكرم هذا الموقف إذا دعية إلى مناسبة هذا الموقف إذا أحد إذا الفنتينو شكروا دي مصيبة إذا ما جاتش سيرته برضو دي مصيبة هو أصل أنك تعيش على أنك تجيب سيرة الآخرين ما دي مدرسة؟ طيب إحنا الجزئية الشخصية أفلناها وإن عدتم عدنا وربما بشكل أشد لكن فيما يخص الموضوع لأنه الموضوع يهم الجمهور مصر باشواندس على فترة طويلة جدا من بعد أحداث يناير كان فيه كلام دايما وأبدا على التوتر الأمني في المباريات وفيه كتير عنينا أنه الفرق الأفريقية مش عايزة تلعب في مصر عشان الحالة الأمنية مش سليمة وكتير جدا نقل المباريات وفرق عايزة تيجي تلعب بس ما فيهش أو فيه تحفظ على الأمن مع مبارات الزمالك وجنراسيون فوت السنغالي لفت نظري حاجة هو أنا قبل ما لفت نظرك لأنني عارف عندك كلام كتير أنا بس لفت نظري حاجة من اللي قلتها دلوقتي حاجة واحدة إنك بتقول كثيرا ما تعلّل وتحجج بعض الضيوف من المنافسين وبيطلوبوا نقل مبارياتهم مش هنلعب أنا باعز أتوقف في اللحظة دي عشان أوجه الشكر لجيريناسيون إنه عمل العكس والمدهش إن البعض يرى أن هذا خطأ ومؤمرة ده قال إن مصر بلد الأمن والأمان يشكر وراح عمل عمل سياحي ودعائي من الطراز الفريد إنه راح المتحف وزاره وقال للناس يا أخواننا ما فيش بصرف النظر عن غرضه من هذا الأمر لكنه هذا عمل محترم بدلا ما كان يقدر يقل بالموقف ويقول أنا مش لعب لعدم ملاعمة للأجواء ده مشكورين تخيل إنه بعد كل هذه المعاناة من هذه الدعاية السلبية ضد بلدنا جي اليوم اللي نلاقي فريق أفريقي منافس جاي يقول مصر آمنة جدا وينزل بكاميرا يصور بغض النظر عن غرضه إيه يعني أنا متفاهم ما استفيد أنا مندي أنا متفاهم إنما زي ما بيقولوا أي أزمة لها وجهة أبيض الوجهة الأبيض فيها كان هذه الدعاية الصحيحة والصريحة والمباشرة لأوضاع الحياة في مصر فالتويتر اللي أنا كنت أردتها مبارح جي اليوم جي اليوم اللي الفريق السنغالي هو اللي يتسابع علشان يثبت إن مصر بلد الأمن والأمان وكل شيء فيها تمام وكل شيء فيها تمام بعد ما كنا عنينا أنا بقول لنا نجي اليوم اللي إحنا الأفرقى بيشهدوا لنا إنه بلدنا في منتهى الأمن والأمان هذا جميل يا رب اليوم ده كل يوم وده أنا قبلها أو بعدها كتابت تويتا تاني عن مصر والحالة الأمنية اللي فيها برضو في نفس الموضوع شيء كويس لصالح بلدنا إنه الفريق السنغالي يثبت بالدليل والصورة إن مصر بلد الأمن والأمان شيء جميل طيب قول لي بقى أنا رقم واحد عشان تيجي أنت تفتش في النواية وقصته ده يقصد يقول إن الزمالك عشان كده هو أنا لو هقصد الزمالك ولا هقصدك ما هقولها لك وش هو أنت تعودت إن أنا بتعامل معك بأي تحفظ كان ما فيش حاجة عندي أخشاها ولا خاف منها لو قصد اللي أنت فاكره هقوله وش على طول لكن أنا كان يهمني في هذه المشكلة إنه فيه وجهة أبيض حقيقي لصالح مصر نركز عليه إنه فيه دولة أفريقية نازلة بكاميرا تصور المتحف المصري وتصور الأبرا وتصور الشوارع وتقول مصر بلد الأمن والأمان في عز ما يحاك ضدها وما يتردد عنها إنه فيها توترات وفيها مظاهرات وفيها وفيها ففي السياق ده ده اللي كان يهمنا ده أحد الجوانب المهمة جدا في الأزمة أنت مش بتقول كلام ده على نفسك ده عندك ضيوف بيتجولوا بمنطل حرية وبيصوروا في الأماكن اللي الناس كانت عايزة تقول فين بقى الجملة اللي يفهم منها أن الزمالك غلط بالمناسبة الموقف القانوني للزمالك سليم ده رأي شخصي لأنه كون أنه عنده جواب جامل هذا الأفريقي هذا يكفيه هذا يكفيه ده في الموضوع لكنه لو أنت فاهم تعمل الدوشة والهللة دي كلها علشان سيادتك عايز تفهم أو فاهموك أن أنا كان قصدي كده لا أنا لو قصدي كده أنت عارف هقولها لك وش مش فرقة معايا لكن يتفهم بهذا الشكل ويحدث كل هذا التطاول بحق النادي الأهلي وتعمل الليلة كاملة لا شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر